ترجمة نانسي قنقر ومعطمر المحاسبة قلوا لي بشارك معنات الموطرة المحاسبة ودخلت أنا في الموطرة المحاسبة في دي ساوبة وشاركت معها فاندام معناتها مو يدمين في سا الموطرة المحاسبة اكتشفت لي فما تجاوزين سايرة حتى في وسط الموطرة المحاسبة عملت التقرير عبدالوف العياني عملت التقرير ساعد رف العياني وفسرت له بشنوه بالتجاوزات التي سايرة في وسط الحركة وفي وسط المعتمر كيفاش التجاوزات التي سايرة في المعتمر باك شنوه تجاوزات هذي؟ التجاوزات هذي اللي اللي صارت اللي هي في المشاوزات قدوا أولا سماوزات هكيتلنا اللي من ولفات انتا فساد وصلت معناتها لالحركة ومن بعد بقاء اختفت بعدكش اختفت ولا تسامسوا اللي السامسلوا فيها واش اختفت حكيتوا عليها في الحركة؟ حكينا عليها في الحركة هذية وحكينا عليها في وحكيت زادة في المؤتمر في المؤتمر المحاسبة فهمت تحكيت عليها وقلت لهم مش معقول فهمت ناس كنت قاعدة تجيب في دوسيات وفهمت ناس تحب تصنصرتها وتهدد في رجال كعمال فترانا واحد من الناس جاءوا لي برشة رجال كعمال وحبوني نتدخل لهم معا سي عبدالو في العيادة قالوا لي حسين شوفنا عنا شي دوسي خديك خلينا مشوا نحكوا معاك وانا تعجبت انا قلت انا كيفاش كماناتا خلينا نحكوا معاك معناتا هما فهمت شنوه هما تقول انت هما يحسوا الروحة مكاني ومهدي كماناتا عطاوا الناس جاءت عطاوا الدوسيات كماناتا الملفات بتاع فساد وحركة وفاة فهمت هدية تستر تعلام وقاعدة تخرج بالدوسيات بالدوسيات فعلا انت كمان هذا كم ترضاو عليه أو كيتسطروا على الدوسي متاع فهمت كان مرضاوش علي فهمت يخرجوا في الأعلام يفحوا في الأعلام كماناتا مثلا نقاع فضح بتاع واحد من رجال أعلي مثل حركة وفاة حكيت عليه وفتحتته كما كمان الطيف كمان الطيف كمان الطيف كمان الطيف كمان الطيف كمان الطيف كل يوم ومتا تكلمو في الراح في الاجئين رابي تضحي متى الثورة ليسوا يزمو على الدار و الله يرى فهم عمال أخرين هنا مره عمولي تلافون رابي تضحي متى الثورة وقتاهم إتقالوا لي متفوصل ومشينا الدار بقام ميتاة تونس بالحاجة عليه تعلي دا تونس فمن هنا قادت معتا متعجب قلت لهم كيفاش معناتا هم تتبع ثوعبات بش تدخل على ديار الناس وتحددهم وهدية مش معقول محتاج هدي صارت؟ هدية دولها ثلاثة اربع عشر فمن دخطتهم وصفهم كمتل مرس معكم أنا خارح لحكاية هدية كيفاش شنية العلاقة بالله بين رابطات حماية الثورة وحركة وفاء وكيفاش بدات العلاقة هذي؟ حركة وفاء حركة وفاء حركة وفاء من فتاح سيبيار ليس من حركة وفاء والسيبيار حسوها عمليتها رخة دورو سوية مش من حركة وفاء وانخرتوا في حركة وفاء مش يحميوا الحشم معتها برشة انخرتوا من رابطات حماية الثورة في حركة وفاء وانخرتوا في حركة وفاء وانخرتوا في حركة وفاء انتي مثلا كنت رئيس فرع رابطات حماية الثورة في المجل وعملت استيقالتك عملت استيقالتي كنت رئيس فرع في حركة وفاء 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 معناتها تختم بصالح النهضة وتختم بصالح المصالح المصالح وليس حركة وفاء معناتها الرابطات انت كنت في الرابطات وشفت انه الرابطة بيدها وانت هي قادة تتعنش قادة تعنش مثلا نعطيك مثال وقتك عملت الاستيقال انت كلموني قالوا لي حسين انا مش نعملو اعتصام مدى محصن هدية في النيابة الخصوصية انت عمت يرميد قلت لهم ما عملت مدى محصن قالوا لي راي ركبوا له القضية مدى محصن مدى محصن هي رئيسة بلدية متامي كردية حبوا هما من قبل يحطوا جماعات من عرشة من النهضة شنية تجمعية هما عندهم مشكلة مع التجمع مشكلة هي تجمعية تجمعية هي مش تجمعية قالوا مني دا تونس مني دا تونس ولا زنوري ولا سيبا مو بروبلم هي شنية كون تجمعية تجمعية هي تجمعية تجمعية في البلدية لا تظهر لماذا تحدثت انت لماذا تعملوا الاتساب هكذا تعملوا الاتساب ليس تعملوا الاتساب هل تفهمت ما نعمل الاتساب قالوا ليس وما ترين كانت عتسام سلمي عتسام سلمي حتى في وسط البلدية في عمل العتسام أنا مشيت لها أنا قاعد نحكي مع ترجلية المشكلة اللي عملتوا قدت يا راني معملت حد شي فما واحد فتجاوز القانون عنده بلونجري في المنزة فتجاوز القانون جاء حتى انترشنوه يمبونكارتوا لها لكي قدوا نحاها ردوها وحطوها في الإعلان ردوها معناتها فهمت ضربته وكسرت ذو المتريال وراجل تسعين دقيقة هو دايل وجات الساميوها الزدو وشوية لمات الراجل فهمت قضية متاع يعنيتها بزوها للحبس وركبوا لها قضية ركبوا لها قضية مشيت هنا قلت له راني مش ناقف معاك معناتها قرأت لكم مش ناقف معاك ومشيت خبرت المنطقة قلت له مرة اتحملش المسؤولية اللي مش تجيز تصير له هنا اعتصارا أنا أختي هنا أعملت استيقالة لا تحملش المسؤولية وكلموا سيم محمد معالج خد وراء يصير هكوا قال يتصرف على رؤى سيم محمد معالج لم تقل لك شيء لا 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 سيم محمد معالج هو بيده هو بيده مهدد مرّبت هو بيده مهدد مرّبت كما تقول أنني سيم محمد المجرم يسميها شيخ الثورة شيخ الثورة شيخ الثورة مصطفى شيخ الثورة هذه المسؤولية معناتها تضدم على المجلس التأسيسي وتدخل له ويحرضوهم بش يهدوا رجال الأعمال ويمشيوا بسيفة وفرما حاجاته خرية مش نحكيها تختير رياس الأخطر من تجاوزات هذه معناتها وانا قاعدت متأجر للنهضة معناتها متساهلة معهم معناتها وقابلت رئيس المكتب السياسي بتاع مو بليزير وما تتكلمت وقضت هنا قاعدين قابلت سي عامر العراض ليس عامر العراض ليس عامر العراض قابلت وقابلت تقرير وتقرير قابلت فيه وقتين شخص هذا؟ وقابلت أربعة شهر وقابلت نعمل الاستقالة وقلت لهم وقابلت بساميكم وقابلت في رجال الأعمال وعملنا تقرير كامل فما ناس قاعدة تتنحب والأرزاق انتاح وقابلت بعد وقابلت الصدرات وقابلت أبدا حميد جلاسي وقابلت 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 أعمال جدي قالوا لي حسين نعرفوا العائلة ونعرفوا بوك ونعرفوا بوخي كيفاش هكا بعد تحب تشهر بنا وانا ما عملتش في المتناس قاعد تتكلم باسميين على الخطريين على رئيس فرق قاعد تتكلموا دهذا في رجال العمال وقلت له هذي وقلت له هذي وقلت له وقاعد يذكره باسم الواقع انتم موافقين بس محركت له محركت له ممتب؟ ومن بعد كيف عملت فما أنا صارتي مش لهم الميليشيات هذي نهار 16 في جوان ديب جوان 2012 مش ترجع لك شوية لتاريخ عمل فينا وتسعة كيفرقي التجاوزات في الصفقات العمومية مع وقت كانوا ترابلسية متهمين في القضايا فساد كبيرة يسك نحن في تونس فبعثت البوزرالي ولا وبعثت الرئيس كيف ترجع لك؟ أنا كنت نخدم في البورد ربيتا يوردونابير نعمل تزويد الصفون ببورات وكان صارتي تهديدات اللي يلزمني معناتها أما نخدم معا مولا لها أما أنا جي بريفيري نقعد نخدم معا كيف ترجع لك؟ في بورد حكي ودوراتس وبعثت وقت الرياسة وبعثت نقول لك 30 مرة لتعطي الرياسة فنت قلت للمرة ما تجاوزية وقعدها تسير لانان كيف؟ نوبريف بعد الثورة يعني انت قلت الثورة بستبدل لك الأشياء هذية زلت بعثت الوزارة الأولى وقلت للمرة أفهمها فهمها تجاوزات صارت من قبل وراني خبرت عليها وزلت بعثت لكم تاوة مش نقول لكم فهمها قضية وطنية كبيرة ياسر من وزير وفهمها إنتروزكسيون صارت في وزارة النقل عيتولي قدرني حسين ندوسيادين مش وقته وزارة النقل مع عاصر هارون؟ مع والذي قبل والذي قبل والذي قبل بالذي قبلت سلميليدي قال لي سلميليدي عيت حقوق واحدة سمعني نحكي فيها الحكاية وقلت على بابورتانيت نحكي مثلا كيف كاش مصالش مصارتش فيها من أبل داخل وصارت وصارت مصالش فيه من أبل وعطيتنا لتوكيمون وكننا فسارت وقلتنا لما نحب تجاوبوني على حاجة بركة كيف تصير الترانسكسيون تعرفي وخمسين مليار سنزابين دوف ماهي النرمال اللي هو البابور هذا اثنيت صارت من كنترات إلى إنتي سينيه من دميل جيس ضعوني بدونين فيها لين يحضرهم ويجيبونهم بعد ثورة ويشدون زر نقل ويعمل ترانسكسيون تقرير ومو وخمسين مليار سنزابين دوف لها تشاريخ إنتي في حكومة انتقالية ماكش تصريف عمال ماكش أنت ترانسكسيون تقرير ومو وخمسين مليار هذي يتبس صحفاء وحدك وماكش شركة هذك فعيتولي وقت النار قالوا لي راودوا سيدي مش وطق مش يشبهوا معهم أحب يستعملون سياسية وحب يحبوا يشدوه يشدوه المشكلة اللي أنا دخلت المشكلة بتاعي المشاكل اللي بتاعي راودوا تايموها اللي صارت لي معتابة الترابلسية ما أدوسي هذي وقف غاديك قبل سيراشت المشكل وكلمت بالموضوع دائل قبلت في الدار وكلمت وقلت باللوم أنا مشيت له اللي اللي قلت كمجدت نتعالةこlage ميزان يدليشان عندي مرتين كتاب توره في تونس حبيث هي عميد من الدولة تنسية ونزلت خقافة مئتين كتاب عندي فجمعة خناة دخلوا لي ما تتكلمش عنها المكتوبة قلت له أنا ما عنديش حتى المشكلة قلت له مرة عندي وعدوني صورة السعودية كلمت جميعا في السعودية عندي العائلة في السعودية كلمت جميعا في السعودية قلت له بره نسك مع المحطة أسفات السعودية هاي طولي السعودية باش ينسك معا باش يشاركوا معا في الكتوبة خطرانا بالكتوب هذو منشارك في المعارض العربية المعارض منتع البلدان العربية كل مشارك بها منتوراثين تاني فوقفت لي إنه قلت لي لأ ما تشاركش أنا تعجبت مش عقبت الشيخ راشد تورا مش يدخوا توراو هندي كتوب بابا بابا باكو فقالي حنو حزب سياسي مي مش حزب إسلامي وكتو ذي طورات مثل ندخل الطورات بتعتوض فيها العلامة المحمد بالنسبة لأنه من حفاظه الشيخ العلامة الشيخ محمد فضر حسين العالم كان يحكي بيه حتى كان يحارف المستعمر كان يحارف فيه بالأفكار بتاعه موش يحارف بسلاح لا بالأفكار بتاعه هو الشيخ طهر بن عشور كان نصوحا هذا التاريخ وهذا معناته إنسان العلامة كان إمام جمع الأزهر توفى عام 58 معناته دوا دوا شد من 52 من 54 شد إمام جمع الأزهر فهمت دوا كمتغطي كمشيت السوارة السعودية أنا خارج من السفارة فهمتوا جاوني أربع من الناس يتساءلوا غير قالوا لي وعليش ماشي السفارة قالوا لي فهو كلامات هذيكة يمشيوا الناس اللي يمشيوا السفارات قالوا لي وعليش ماشي السفارة قالوا لي فهذا الدنيا قالوا لي لا تمشيش معش دوتكول كان حاشتك بحاشة بتواحنا قالوا لي ما نش ماشي هنا باش نعمل المشروع هذي هذي أمور شخصية مشيت حكيت مع الملحب الثقافي هذي أمور شخصية قالوا لي باهي هنا احنا ديما لهنا وكان حشتك بحاجة فأنا مشيتكلمت جماعة باش نعمل ما عاش باش نمشي وصر لي تهديد هكو وشكون هم الأربع من الناس هذي سيفي ما نعرفه هم شخصية وهمت يقفقوا دماء السفارات شكون يدخل السفارة وشكون يدخلش وشين علاقاتهم وشين علاقاتهم ما حطر هم قالوا لي ما مش ما مشيش ما مش ما مش قالوا لي ما تنشيش ما تتصلش بهم ما تتصلش بهم يا أخي ما تتكلمت أنا فأنت في السعادة قالوا لي هكو 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 جاني مرحق تفاق مرحق هذي ذلي لاته شي كوميرسيال أنا قاعد في قهوة في حي مصر وجاني قمت قالوا لي سيحوا السيدة بني حشت بيك ورأوا هذو مخاتينة قالوا لي رأوا هذو مخاتينة ممكن يطعم تعلي بيزاء في السمسارة تعلي بيزاء أما قالوا لي انتي ماذا بيرك تجي معانا كان تعقل اللعبات هذو مخاتينة قالوا لي توقعنا كنت نصرفوا معا ومرحبا بيك ويزم ورأوا سفير حشت بيك ورأوا يزمك تجينة ومتوا هكو نعمل الموعد بيستقبل السفير وأنا وقتا بيستقبل استدعيت الملحقة الخرطابية لقد عملنا ندوة عملت ندوة في مكبة الخلدونية على ذكره أول مجلة خرش في تونس كانت حارف المستعب اسمها سعادة العظم مجلسة لم يكن لدي حتى حتى نهار الموعد متاعي نهار اثناش نهار ثلاثة اثناش نهار ثلاثة اثناش جوان نحن sort وقتا بها نحن نت PM نتتعج في المعارفة من عمر الطبيقات ومعارفة على قتر قالوا لي أنا نهار الثلاثة وقتا يدولي نهار الثلاثة جوانا عندي مواطنة مع العشرة نتاع السباحة معنا حدايش عملي تلي فيهم السفارة قالوا لي يا حسين مش بيك ما جيتش راو استنى فيه في المرحب أثقاف يزمك جي راوكش يستنيك حتى العشايت قلتوا أنا مش مشقتاني مني الجاي قلتوا معينيش لشي ما جي قال لي لا يزمك جي مشيت مع هاتس ساعتين مشيت مع بطار قاعدت نحكي مع هاتلمرحب الثقافي قلتوا وقت وراو قلتوا حكيت له على التورا قلتوا وراو قلتوا وراو فمتكلموني من بره قلتوا وراو قال لي مرحبا بي قلتوا وراو معاش عيني معاش كش أما هذيراني كش ندونها في كتاب قاعد أنا منيش كاتب قاعد نبعث المعلومات هذية كلها على بعد الثورة ما بعد الثورة شنو اللي صار في تونس وشنية التهديدات اللي صارتلي وذير كلها راي مش تبقش في كتاب حتى القضية هذية خمت بشوهات متاعكم اللي صارت في الصفارة في الصفارة الهنا خمت هما يشهتوا وفهمت اللي صارت يتهديدات قدم الصفارة الهنا ما نعارش شكونوا من بلشيات هذي اللي يبعثوا فيهم قدم الصفارات بطل مراني مش نحطها في كتاب وراي مش توصفهم في معارض الكتب بتاع العلم أجمع مش مش بطل ما نتكلمش هذية راي مش ما نكتبها في كتاب وقاعد نبعث فهم اللي دونير كلها في لبنان بطلوا عندي جماعة تكتب رديقة في لبنان وبش تفرج لكتاب الحقيقة والصارتلي فهمتوا التهديدات للصارتلي أنا في تونس منشيرة النهضة ومنشيرة حركة وفاة اللي كان اللي هي فهمتهمتني توا حركة وفاة بانتحال صيفة وتقليد طبعا حركة ونقضبين بين القضية ولا نستغرب ولا نستغرب في حركة وفاة كيفاش الناس هذية تقدم بي كان قضية وتشهرها بالإعلان باسمي عربة وبتاق النمر وبتاق التعريف هل هذا معناته فهمت قانوني ولا مش قانوني معناته على خطر انك تشفت تجاوزات صايرة متعفزات في الحركة هذو ممش يكونوا حتى ممش يحموا يحموا حتى في الشركة صغيرة منش ممش حتى يسيروها تجاوزات تجاوزات تسامسير في الدوسيات الفساد تركيب قضايا معناتنا نركب لي قضايا وأنا معامل معنات خالي أنت ناس أخرين معناتهم متاع رجال أعمال قلتولهم كيفاش بش يعملونه معنات تركبهم قضية كان معتيكش ولا ما تصالح شماعات تركبهم قضية وبنا حق أنت إذا كحزب الدوسيات معناتها ملفات الفساد وانت تستحفظ بهم عندك أنت تركبهم قضية وانت تركبهم وانت تركبهم وهي براقة جواب قضية كيفش يقول أنا كده يشيروها معناتها حزب يخدم في دوسيات الفساد ويستحفظ بهم وانت تركبهم وانت تركبهم والتيار وانت تركبهم وانت تركبهم موسيا